حسنا بحب الحاجات اللي حباك كتبها بالخط الصغير ده فأخشى ما أخشاء ما كنتش سألت سؤال في اللي مكتوب بالخط الصغير ده في حالة ممكن تقولي الإجابة وأنا أتوقع السؤال لا ده حاجات أنا كنت يعني متصورة أنا ممكن أتكلم فيها يلا زي إيه بقى زي جازة أحسن لعب اللي أخدها بنزيمة يعني لأن أنا من سنين طويلة مش سنين طويلة بقى كمان سيبك بالمعيد أو يعني 2016 و 17 و 18 و 18 و 18 و قريب لغاية قريب بكتب بقول إيه المعايير بتاع التلفيفة أو فرانس فولدول معايير كدابة مش حقيقية ما بيش حاجة اسمها أنا ريال مدريد خدت بطولة فيبقى كريسيان رونالدو هو أحسن لعب الفريق هو اللي بيأخذ البطول مش كريسيان رونالدو يعني الترسيخ فكرة أن كل واحد يأخذ الكرة الزهبية عشان فريقه خد بطولة هذا يعني إفك يعني بجد يعني ظلم اللعيب الفرد بيعمل حاجة والفريق هو اللي بيعمل البطولة خاصة أنت مختار مثلا أفضل فريق في العالم منشستر سيتي فأنت ممكن تقول أفضل فريق وأفضل لعب لكن لكن في النهاية السنة دي السنة دي الفرانس بطول أقرت اللي أنا عمال أتكلم فيه بمقالات منشورة في جراهي في الشروق من 2016 و2015 وقبل كده كمان صحية أن المعايير فيها زي مثلا 2018 عدتوا تقولوا البطولة البطولة هي اللي بتحدد طيب جريزمان في 2018 واخد كاس العالم واخد الدوري الأوروبي واخد كاس السوفر الأوروبي على حساب رئيس المدريد اديتوا الجايزة لمودريتش صح الله هو البطولة حسب المزاج حسب المزاج ميسي ياخد ليه أحسن لاعب في كاس العالم 2014 وهو ما كانش حاجة صح اللي كان حاجة منتخب ألمانيا خد من ألمانيا خد جود زي باس طبعا لا لا يعني لكن منتهل يعني واحد سباحة واحد بطل جري ده لعبة فردية ياخد الجايزة على طول لكن لعبة جماعية بيبقاش من المعايير تربطها لي بطولة طب انت كريم من زيب شفته يستحقها 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 عشان يعني مش عشان الهداف بس برضو بيتحرك ازاي بيجريز زي بروح فين تأثيره في الفريق تأثيره في الفريق المساحات اللي بيعملها والمساحات اللي بتحرك فيها تأثيره في الفريق